خلونا نشوف بقى العليا لكورونا أقرت إيه إجراءات جديدة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدرت تمن قرارات جديدة في اجتماعها اليوم إيه بقى القرارات دي أول حاجة عودة العمل بالموعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعات المحددة سلفا بقرارات وزيرية تنمية المحلية والسياحة والأسار يعني هيبقى فيه خلاص الموعيد الصيفية هيتم بدء العمل بالموعيد الصيفية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق أول يونيو من الثلاثة الجاي هتبتدي الموعيد الصيفية تعمل بها جميع المحلات والمولات والكافيهات تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه الموعيد والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين في حالة التكرار يتم الغلاق لمدة شهر استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة ولسيما التي تشهد تكدس ملحوظ استمرار منع تقديم الشيشة وفقت اللجنة على استمرار حظر إقامة الموالد شددت على منع إقامة سرادقات العزاء والأفرح والالتزام بإقامة الأفرح في الأماكن المفتوحة فقط والتجديد في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية في عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات طيب الحقيقة أنه خلاص يبتدي العمل بالتوقيت الصيفي اللي على ما أظن أنه تقريبا لساعة واحدة فجرا يعني ومفروض أن اللي هيبقى في حالة مخالفة من أي مقهى أو كفيها يتم غلقه وإذا تكررت المخالفة هيتم غلقه لمدة شهر تاني استمرار منع تقديم الشيشة الحقيقة يعني أنا بس بعفة عند فكرة أنه يعني خلاص أنا مش هقدر ناقش فكرة الشخص اللي هو بيشرب الشيشة بس أنا مش قادرة أتخيل أنه يعني الناس اللي هي مش بتلبس الكمامة وبنوض نناقش ألبسه الكمامة وابعده نفسكه عن نفس الناس أنه زي ومتصور أنه مسألة بديهية وعادية جدا أنه يدخن شيشة ويقول أسه أنا مش عارف شيلت إيه وحطيت إيه بس فكده أنا تمام يعني ده يعني ده كلام يعني ده كلام غير منطقي يعني المفترض أنها بتنقل أمراض من شخص لشخص في الظروف العادية فما بال لما يكون عندنا فيروس كورونا مئات الأشخاص بيعدوا على هذه الشيشة يعني يعني رجاء أنه نخلي بالنا قرار ده هيتنفذ من يوم الثلاث من بعد بكرة من أول الشكر رجاء بقى الدنيا هتفتح والمحلات هتسهر شوية والمولاد هتسهر شوية خلاص ما فيش تسعة والكافيهات هتبقى أوكي تمامي الناس تقدر تخرج وهي أوريدي الناس بتخرج في العادي أو بتلتزم بالموعيد بس الناس في الشارع بنسبة كبيرة مش حاسة بأن فيه فيروس إحنا دي الموعيد الصيفية لكن كورونا مازالت موجودة والفيروس مالوش علاقة بالموعيد الصيفية الفيروس لا بيصيف ولا بيشتي الفيروس عايش معانا محتاج مننا أننا علشان ما نوصلش الإجراءات صعبة ونستمتع بحالة يعني الاسترخاء اللي الحكومة قدتها شوية في هذه الإجراءات أننا نخلي بالنا من نفسنا ومن الإجراءات الاحترازية ومن أننا نغسل إيدينا ونلبس الكمامة الكمامة اللي على طول على البق مش على البناخير مش فاهمة ليه ونخلي بالنا أنه فيه تحورات والناس بتتكلم عن التحور التايلاندي اللي في تايلاند صحيح ما فيش تحورات وصلت لنا بس فيه تدعيات كتيرة جدا للفيروس الحل الوحيد هو الالتزام 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 إحنا هنصيف بس مش عايزين الفيروس يصيف معنا يعني خلي بالنا أنه الصيف لا يعني إطلاقا أنه انتهى فيروس كورونا بالعكس إحنا محتاجين نخلي بالنا أكتر لحد ما يعني ربنا يزيح هذه الغمة ترجمة نانسي قنقر